درس تعليم اسمه سكول كومينز ورا نفس صفحة 20 من كتاب سنة الاولى متوسط اهلا سكول كومينز وش معنتها معنتها التعليمات في المدرسة يعني الاوامر والتعليمات اللي حتقلهم ليش كون حتقلهم ليلأستاذة في القسم هكذا ما نطيحوش في ذاك المشكلة على بالغماما والله ما نفهم حبة في القسم الشيخات تعناه تهدر غير بلانجلي بلانجلي دوختني بيش ما نطيحوش في هذا المشكلة لازم تشوفوا هذي الفيديو بيش تفهموا الاستاذة كي تكون تهدر هاي بيوبلز هذاني هنا كاني شفت بزاف الفيديو يقولوا بيوبلز خطأ للأسف للأسف ان شاء الله ان شاء الله يصلحوا هذا الخطأ هذي ماشي بيوبلز هذي بيوبلز بيوبلز معنتها مرحبا تلاميذ لسن معنتها الصنتولية لسن ايكوتي ريبيت ليهي غيبيتي عودوا معايا عودوا معايا ان دو ليهي لفير بفير دانك اكوتي ريبيتي افت شك جوفي صنتولية عودوا معايا وديروا وش ندير نديروا هذا الفعل اوكي اعلقوا الفعل الاول نحن نتبعوا الكتاب الفعل الاول هو ريز يور هند ريز يور هند معنتها ارفع يدك ارفد يدك باش تهدر وقتاش نحتاجوها هذي نحتاجوها مثلا كالاستاذة تمدلنا السؤال ويبدأ القسم قاع هاي 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 قاع يا هادره او لا لا وش تقولكم تقولكم stop raise your hand ارفد يدك باش تجاوب هذي نستعملوها باش نحفظو على النظام في القسم استعملوها ثاني مثلا للتصويت بوغفورتي مثلا تقولكم زوج اجوابة عندنا ا او ب اللي جاوبوا ا يرفدوا يديهم those who choose answer a raise your hand لي خيروا الجواب ا يرفدوا يديهم raise your hand نبينكم بارك باللي هذي raise نستعملوها لانتا وانتم يعني ممكن نهدر غير مع انتا انتا واحد نقوله raise your hand ولا كامل القسم نقولهم raise your hand يعني هذا فعل الامر في الانجلي المخاطب كين انتا وانتا وانتم وانتو ما وقاع وانتو اننا كامل في الانجلي وحدة لي هي you انتا you raise your hand اوكي قلنا لي تنظيم الايجابة ولا باش نصوتوا لحاجة معينة رئيس القسم جاوب صحيح مثلا الفعل الثاني هو stand up stand up stand up مع عندها قف شوفوا الفليشة كان قاعد ووب يوقف قف قوم وقف ها هكر stand up هذي قداش نستعملوها نستعملوها مثلا ثاني تحب الأستاذة تقول لك وقف كي تكون نجاوب stand up when you answer ولا نكونوا نكتبوها كي يدخل عندنا المدير ونقوله stand up تحية له يعني واحتراما قوله اوقف stand up مع عندها اوقف الضد التحال عكس الابوزيت الانتونيم هي sit down اجلس 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 كي تدخل الأستاذة نوقفو احتراما لها نوقفو نقولو good morning teacher يدخلنا good morning pupils وكامل بتقول لكم sit down معندها وقعدوا ليداتي خلاص sit down اجلس اللي بعدو هي clap your hands clap your hands معندها صفق ولا صفقو هذي نحتاجوها مثلا كي يطلعو زوش تلاميذ يديرو له dialog في الصبورة ويجيبوه شباب يخدموه بياه بدون اخطاء نصفقو لهم ولا واحد يجابة كعم عرفولها شو هو عرف لها نصفقو له clap your hands واحد تخطوه شباب نوروكو الراس نصفقو له clap your hands يعني التصفق اللي بعدها هي listen listen هذي ما نقرهاش listen نقرهها listen صنت انصت هذي يحتاجوها مثلا كي الاستاذات دلكم الاوديو هذك الباساج اوديو تسجيل صوتي وتقولكم سمعوا مليح وصيبوا لي الجواب على السؤال فلاني listen صنت لي listen écoute écoute اللي بعدها هي be quiet be quiet be quiet سمحوا لي حنقول واحدة الكلمة نحبهاش مشي باللعف حاشاكم حاشاكم كينا بزاف كل استاذة تقولوا be quiet اوه يقولها استاذة علش قتيليها كاكلان فاحش يعود ما قاتلك شب اللعف ما قاتلك كن هادئا يا ولادي be quiet معنى تهسكوت شوي يلا حم والديك be quiet كن هادئا نخلي زملائك يسمعوا واش راني ينقول اوكي مشي كلان فاحش be quiet تكون هادئا نروحوا اللي بعدها اللي بعدها هي think think ثاثو ثي ثعلب ثي think think ما عندها فكر think think before you answer فكر مليح قبل ما تجاوب think about the correct answer فكر وصيب لي الجواب الصحيح اوكي think read read هي اقرأ مثلا read the text read the text اقرأ النس read the sentence اقرأ الجملة count count احسب count هذه مثلا وحدة شاطرة في القسم لوحدة شاطر تقولوا الاستاذ حسب لي حسب لي حسب لي شعركين بنات count the girls count the boys count the pupils in this class boys هي الذكور احسب لي ولاد شعركين من والد في القسم الذكور count the boys احسب شعرنا بنا count the girls هكا احسب لي شعرنا حضر count the present pupils مش people's pupils count احسب عندنا play play هنا رانا نشوف اطفالله هو يلعب لأ كغد play مش غير le jeu play في القسم نحتاجوها مثلا كيديروا dialog تكتب لكم من الاستاذ لهذا الديالوج في الصبورة مثلا susan and miriam for example وبعتقلكم هاي انمثلوه طلعوا الصبورة يطلعوا زوج يمثلوه هذا يمثلوه التمثيل في اللغة الانجليزية واسمو play سوف نقولو play the conversation ننجو لديالوج ننجو لconversation نمثلو هذا الحوار سو play the conversation play مش غير اللعب فيها ثاني التمثيل ومن بعد تروحو للساحة عفوا تقولكم play with your classmates اللعب مع زملائك هنا ما عندها اللعب play عندها زوج معاني draw draw مش draw draw كيش غول gym draw ما عندها أرسم عدنا أرسم رسمة أرسم كش حاجة draw a cat أرسم قط draw a boy أرسم ولد وكينا ثاني وين نحتاجوها في الجداول مثلا تقولك أرسم جدول draw a table ممكن نرسمو خط draw a line أرسم خطا تحت زعم تحت التاريخ مهم أرسم حاجة اللي بعده هي write write أكتب write the text write the sentence أكتب الجملة أكتب النص write your answer on the slate أكتب الجواب اللي خيرتم على اللوحة slate اللوحة وعندنا آخر صورة عندكم هنا good bye good bye ما هو شفعل نرمال ما يزيدوا هنا قدام هم يكتبوا say هكرا هو خاطئ شوية say good bye قل مع السلامة say good bye هنا وشان يحب نقول للأمهات اللي محبين يعاونوا لازم وحام ضغير محبين يعاون أطفالهم وشان قل لهم أولا لازم وليدك يحفظ هم ولا بنتك بيانسير وبعدك اللعبوها كما قلنا play هاي play نمثل أنت تقول لي له لا ماما تقول لي له raise your hand لازم هو يعرف لا يرفض يده لا لا دون كل مرة اللولة خلي له الصفحة هذي اللي شفنا هذو الصفحة 20 خليها له باش يركز معاك ويحفظها ممليح وبعد قل close your book أغلق كتابك وديرهم بلا ما تشوف تشوفي وليدك خلاص يعرف وش معندها stand up يعرف sit down يعرف read write speak اهدر speak and say يهدر وقول raise your hand clap your hand say goodbye تعرفي بلا وليدك خلاص ما رحش يكون عنده مشكل في القسم بإذن الله إلا شفتي وليدك فهم هذا الفيديو واستفاد منها أنا أقول لك يا مدام خليلي لايك وبرتجيها مع لزامي تهلا وفي وفي والديكم سلام